أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع أول جلسة بعد أجازة عيد الأطحى بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 659.3 مليار جنيه وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مرتفعاً بنسبة 93% بالمئة كما صعد مؤشر شركات الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة 2.56% بالمئة وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.23% بالمئة